أوقات وإحنا في الريسابشن بتاع أوتل بنحب نقض على راحتنا إن إحنا نقض بالشكل ده ونرفع رجلين على الكرسي بالشكل ده طبعا طبعا ما ينفعش إن أنا أقعد القعدة دي في الريسابشن بتاع أوتل ممكن أقعد كده في بيتي لكن في الريسابشن أوتل طبعا غير مسموح أحط شانتتي على التابل وأقعد بالشكل ده وأوقات بيبقى أعجبني الفيو قوي أعيز أتصور فأبتدي أقعد على التابل بالشكل ده وأبتدي أتصور وأنا أقعد على ترابيزة طبعا ده تصرف غير لائك تماما ما ينفعش أكون موجودة في الريسابشن وأقعد على الحاجة كده وأتصور بالشكل ده طبعا ده تصرف غير لائك تماما ده غلط وأوقات كتير زي ما بنقول طبعا إحنا بنفتكر إن إحنا في أوتل يعني في بيتنا يعني إن أنا أقعد برحتي على الكنبة في الريسابشن طيب حلو إن أنا أقعد بس إحنا معنا ناس ما ينفعش في الريسابشن بتاعت القتال إن أنا أقلع الشوز بتاعتي وأبتدي أطلع رجلي على الكنبة بالشكل ده وأقعد مرتاحة بالشكل ده طبعا أنا ممكن أعمل كده في بيتي وأنا أقعد في البيت لكن لما أبقى في الريسابشن أوتل ما ينفعش طبعا غير لائك إن أنا أقعد بالشكل ده ده تصرف غير لائك وما ينفعش برضو أكون أقلع الشوز بتاعتي وأقدم ريحها ورجلي شكلها كده طبعا ما ينفعش دي أعدى شكلي مش لطيف وغير لائك تماما طيب يا ترى إيه المفروض إن يتعمل؟ طبعا بنقول أنا أقعد في الريسابشن أوتل ومعي ناس كتير لازم أخد بالي ممكن شنطتي تبقى جنبي بالشكل ده ورجلي أعدى بيدي بالشكل ده طبعا طبعا ده الصح لما يكون أعدى في مكان زي كده أو رجلي مضمومة بالشكل ده وممكن الشنطة تبقى جنبي على الأرض وده الصح ترجمة نانسي قنقر